الثمينة سباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في مشروعات إدارة مياه الأمطار بالأسكندرية وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للأسكندرية أكد مدبولي أن إدارة مياه الأمطار ستتم الاستفادة بها في مشروعات الدلت الجديدة وأضف مدبولي أنه مع اكتمال تطوير مواني الأسكندرية ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط مؤكدا أن حجم العمل في ملف تطوير المواني وتجارة الترانزيت تم في وقت قياسي قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إنه نتيجة لظروف المناخية خلال اليومين السابقين والتي أثرت على مقر عقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر المؤتمرات تقرر تأجير عقاد جلسات المحور السياسي المقرر لها اليوم الأحد وأضف رشوان أن نفس الجلسات التي كانت مقررة ستعقد بكل حاضريها والمتحدثين فيها يوم الأحد القادم 11 من يونيو وأوضح رشوان أنه حرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية عقاده المعتمدة والمعلنة فقد تقرر عقاد جلسات المحورين الاقتصادية والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين السادس والثامن من يونيو قال المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف أن فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع مع الجانب الأوكراني مشيرا إلى أنها لا تعتبر دولة محيدة يمكنها أن تدعي الدور الوساطة في تسوية الأزمة وحول إمكانية عقد قمة سلمية بشأن أوكرانيا في باريس قال بيسكوف أنه لم يرى أو يسمع أي تصرحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة مشيرا إلى أنه يصعب تصنيف فرنسا كدولة أو كدولة محيدة يمكنها أن تدعي نوعا ما من دور الوساطة أكد حاكم منطقة دينيبرو الأوكرانية سيرهي لساك ومسؤولون آخرون أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة وسط البلاد مع الحق أضرارا بمنزل من طبقين وأدى لإصابة عشرين شخصا بينهم خمسة أطفال في حين انتشل رجال الأنقاض أشخاصا من تحت الأنقاض وكتب لساك على تيليجرام أن ثلاثة من الأطفال في حالة حارجة مشيرا إلى أن سبعة عشر شخصا يطلقون العلاج بالمستشفى وذكرت تقارير أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار وأن مبنى خدمة الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا أفدت وزارة الطوارئ الروسية في مدينة كوبان بوقوع سلسلة فيضانات في سبعة وعشرين منطقة مجاورة مما غمر ثلاثة عشر منزلا من مياه بسبب الأمطار الغزيرة وذكرت الوزارة في بيانها أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة نتجت سلسلة فيضانات في منطقة أبشرونيسك في إقليم كران سودار وذكرت أيضا الوزارة في بيان أن تواقمها أقامت نقطة واحدة للإقامة المؤقتة لإيواء المتضررين وضحة أن تواقمها تعمل على ضخ المياه من المناطق المغمورة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لرفع صقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار مما يجنب البلاد أول تعثر أمريكي على الإطلاق في سداد الديون وكان مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين قد وقع أو وافق على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا وكانت وزارة الخزانة قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعتها في الخامس من يونيو الجاري إن لم يتصرف الكونغريس في الأمر حتى هذا الموعد رياضيا يستضيف الأهل مساء اليوم طريق الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دور أبطال إفريقيا على سداد القاهرة الدولية ويسعى الأهل لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب 11 له في دور الأبطال لتعزيز مكانته في صدرة أكثر الأندية الإفريقية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ مشاهدينا انتهى موجز أسامنة وعودا نستكمل باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل